أبلغ وزير الخارجية المصري سامح شكر الاتحاد الأوروبي أن الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب لن تقبل بحلول وسط وأضاف بعض مباحثات مع وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فدريكي موغاريني في بروكسل أن قطر يجب أن تقبل كل طلبات مصر والسعودية والبحرين والإمارات وأوضح شكري أنه لا يمكن الوصول إلى حلول وسط مع أي شكل من أشكال الإرهاب مؤكدا أنه حين تتخذ قطر للإجراءات الضرورية التي تسير في اتجاه القبول بأن تكون شريكا في الحرص ضد الإرهاب سيتم حينها حل الأزمة